يا نواب الأمة رفعوا عن الهمة يا نواب الأمة رفعوا عن الهمة ناضل 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 اليوم هذا محطة تاريخية ومحطة في نطاق المحطات اللي قامت بها الهيئة من أجل الدفاع على مطلبها وخصة في مطلب المادة المليار التي يخص مشروع قانون المالية وهذه المادة المليار اللي عانينا منها من الحيف والإقصاء والتهميش ومنذ سنة 2010 تنعاني من مشاريع قوانين المالية إذا بنا اليوم تنستشفوا أن كينا يدخل فيها بغت تقفر هذه المهنة للسادة العدول وأن مهنة السادة العدول مهنة الشريفة كما سبق الدكر ومهنة اللي عندها وحد تاريخ وعندها جوضور هوية وطنية وعندها دروة وطنية من المطالب الأساسية وعندها دشتورية شريعية أنها تنصف هذه الفئة أو هذه الشريحة مهنية من الشرائح المواطن المغربي وهنا هنا هذا ليس دفاع على مطلب السادة العدول فقط دفاع على مطلب المواطن لأن هذا حيف حق العدل الذي هو أقرب الناس وأقرب المهنيين إلى المواطن وأقرب كذلك إلى البيوت والأسر المغربية ولا يخلو بيت من البيوت المغربية من المواطن قادلية وهنا هذا المطلب للتعديل المادة 8 لأن اليوم جينا في هذا المحطة الفاصلة لأن اليوم ينتعديل بجلس النواب في إطار مشروع القانون المالية تنطالب من هذا المنبر أنهم يوقفون على تعديل المادة 8 لأنه لا يعقل أن مواطنقة رسمية فيها جهازين وكيفاش أنه يتقصر في حق واحد الجهاز أخر ويتعطى الجهاز أخر هذا نوع من الحيف نوع من التمييز نوع من التمييز نوع من لا تكافؤ ضربا للمقتضاية الدستورية ضربا للحقوق العينية نقف أمام هذا البرلمان طالبين الإنصاف من طرف المشرع المغربي من طرف النواب الأمة الذين ندمنون المساواة في الحقوق ذلك أن قانون المالي الحالي في المادة الثامنة يقوم بحيف وتمييز تشريعي لفائدة مهنيين دون مهنيين آخرين فالمادة أربعة من مدون الحق العينية تدعو إلى الإنصاف إلى أن المكلفين بتوتيق العقد الرسمية هم السادة العدول والموثقون ولكن التوتيق ولكن هذا القانون التشريعي فيه حيف حيث أنه أسناد مهمة توتيق هذه العقارات المدعمة من طرف الدولة للموثقين دون السادة العدول وهو خرق لمبادئ الدستور المغربي موسيقى 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 موسيقى